أيضا يستهل ترجي تونسي بقيادة المدرب راضي جعادي مشواره بملاقاته فريق غالاكسي البوتسواني الترجي سيبحث عن الخروج بنقاط الفوز لدى استضافته غالاكسي تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا نافع بن عشور من تونس للعام السيدنسي على التوالي يسجل الترجي التونسي تواجده في دور المجموعات من مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية التي ودعها العام الماضي في الدوري نصف النهائي ضد الأهل المصري ليستهل رجال المدرب راضي جعادي مشوار مطاردة حلم التتويجي بالكأس الخامسة من خلال مواجهة غالاكسي البوتسواني مساء السبت في ملعب رادس نحكي على تاريخ وعادات وتقاليد ترجي تونسي ترجي جمعية كبيرة وشامبيز ليغ من عاداتنا يجب أن نكون موجودين فيها وإن شاء الله حتى المراحل الأخيرة الحاجة الباهية اللي تعدينا يعني المرحلة الأولى تخلنا الجروب ستيج الجروب ستيج ما تعانى فيه وقت بش نحضروا فيها كميلز بالرغم اللي فيما شوية الصعوبة الكوفيد-19 والتشالانج متعالي لإزان تغنسينو والوقوف البطولة لكن قعدنا مركزين وإن شاء الله هتوا برجوع للجواء بش نزيد ونواصلوا تحذيرتنا ونحضروا المقابلة اللي هي عن قريب نهار سبت لازلنا نبدأ في جهزة كاملة المقابلة هذه بش معناها نبدأ يعرفون العباد اللي نحن مراهنين على ربيت الأبطال إن شاء الله ربي وفاقنا إن شاء الله قدت ربي للأولاد كلهم نكونوا حاضرين مقارنة بالنسخة الماضية عرف الفريق هذا الموسم تغييرات عدة بدءا بالجهاز الفني مع قدوم جعايد بطاقم فني موسع وبأفكار وأسليب عمل جديدة ستشكل المغامرة الإفريقية بمراحلها الاختبار الحقيقي لمدى تطور منظومة الفريق وقدراته التنفسية خاصة مع تعزيز الرسيد البشري بأسماء جديدة في الميركات الشتوي في مختلف الخطوط بعد قدوم مهاجم نيجيري كينكسلي إيدو وصانع الألعاب المغربي صابر بوغرين إلى جانب المدافع التونسي الشاب هاني عمامو نحن من المصيف مع الخالية الانتدابات ومع الرئيس يعني خدمنا على قريب وقمنا بانتدابات معناتها مستهدفة وبيشعتينا أكثر يعني قوة ويزدي حسن الفريق متاعنا وحسن المجموعة اللاعبين الموجودين هذي وان شاء الله بقوة ربي يعني باستراتيجية هذي نزيد نحسنها ونزيد نكونوا خير شيخ الهندية التونسية الترجي يستهل حملته الافريقية في دور المجموعات بمواجهة الحلقة الأضعف على الورق في المجموعة جالاكسي البوتسواني والهدف اختلاع النقاط الثلاث في راديس حتى في غياب الجماهير نافع بن عشور بإنسبورتس من مقر نادي الترجي ترجمة نانسي قنقر